صلاة التراويح هيا يا أبناء سنبدأ المسابقة في هذا الصندوق عدة أوراق سيسحب كل منكم ورقة وسيجيب عن السؤال الذي بها وصاحب الإجابة الصحيحة له هدية فلتتفضل عائشة أولاً حسناً لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟ هل لديك الإجابة؟ لا فأنا أعرف أن صلاة التراويح هي صلاة الليل في رمضان ولكني لا أعرف لماذا سميت بهذا الاسم سميت بذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسترحون فيها بين كل أربع ركعات لطول الصلاة وهي سنة مؤكدة شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أعلم أن عدد ركعاتها كثير ولكن أيصل ذلك إلى حد طلب استراحة بين ركعاتها؟ سؤال جيد يا عائشة صلاة التراويح ليس لها عدد معين من الركعات لكن الأفضل أن تصلى إحدى عشرة ركعة لأن هذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة وسميت بصلاة القيام أيضا أليس كذلك؟ بلى وقد ورد فضلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أحسنت وعليكما معرفة أن من السنة صلاتها في جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم منذ زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والاستمرار العمل عليه حتى الآن وهل من السنة أيضا أن نختم القرآن فيها؟ نعم فمن السنة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة جزاك الله خيرا يا أبي وشكرا يا طلال لقد استفدت من هذا السؤال كثيرا الآن حان دوري لسحب سؤال بالطبع ولكن قبل ذلك عليك ترخيص ما تعلمته اليوم يا عائشة خلاصة ما تعلمناه اليوم صلاة التراويح تعريفها هي صلاة الليل في رمضان حكمها سنة مؤكدة عدد ركعاتها ليس لها عدد معين من الركعات والأفضل أن تصلى إحدى عشرة ركعة فضل صلاة التراويح قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الجماعة في صلاة التراويح سنة ختم القرآن الكريم في التراويح سنة